وخلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة وجه رئيس سيسي بإعطاء الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر لكل من تقدم لها دون تحديد أرقام معربا عن تمنياته ببذل كل الجهود المطلوبة مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام كما شدد الرئيس سيسي على الرغبة في تذليل جميع العقبات أمام قطاع الصناعة مؤكدا أهمية دعم العمالة بالقطاع الخاص بكل السبل الممكنة المفترض أن نشتغل عمل مؤسسي يا دكتور مصطفى والتجارة والصناعة الموجودة وكل الناس موجودين من الحكومة نحن سندي الرخصة لكل المتقدمين لمدة ثلاثة شهور ونشوفوا دقيقة العامة بس أرجو أن نحن نعمل هذا ونتحرك التحرك الكبير وبنفتح الباب قوي على آخره يعني تعرف أنه قليات العمل والحوكمة يعني مش زي ما احنا عزين في مصر فبرضو ما هو السبب في وإحنا كلمنا كلامنا في المؤتمر اللي فات يعني أن اللي انتم بتعانوا منه احنا مش عايزين تتعانوا منه لأن احنا يهمنا في الآخر قصب بشنتوا احنا دي احنا كلنا مع بعض ويهمنا أن البلد آه طبعا يهمنا أن تتلعوا قدام لكن على كل حال ثلاثة شهور الرخصة الزهبية لكل من يتقدم أنا مش حددها برقم دكتور مصطفى ولكن أرجو أن احنا نبذل جهد شوية مع المستثمرين لأن احنا ننفذ الالتزام ده لمدة ثلاثة شهور منراجع لو الأمور مشت كويس ولنا حجم الإنجاز يعني كان مشجع نقدر نفكر ان احنا نستكمل كده تلاثة شهور تانين ولا لا أقو نقول طب نخلق نرجع للنظام الأقديم اللي احنا اللي هو الرخصة الزهبية لدكتور مصطفى فاحنا هندي تلاثة شهور بالطريقة شكري يا فاني شكري يا فاني كل التحية يا فاني